فكروا لأن في الحقيقة أنا بقول لحضراتكم خمس حاجات مصايب عندين احنا معتبرين ان احنا نقدر نعملها بالفترة وده مش حقيقي ده مش حقيقي حاضر النابي قال ما نستطاع منكم والبقى تفليت تزوج ده أول مدخل على الجواز فأول حاجة الجواز لا يكون بالفترة الجواز يكون بالتأهيل طب إذا كان الجواز بيكون بالتأهيل طب والأبوة بالتأهيل برضو طب والأمومة بالتأهيل برضو طب والشغل بالتأهيل العبودية كمان بالتأهيل احنا كل الخمسة اللي بناعتبرهم ان احنا ممكن نعملهم من غير تأهيل فالأب دخل على الأبوة من غير تأهيل الأهل هيقولوا يا مولانا ما طول الوقت القانين على قفلين على نفسهم الباب واحنا القانين عليهم ان هم يكونوا بعملوا حاجة هم عادين مع التليفونات مش بيقعدوا يتكلموا معانا احنا القانين عليهم صحيح بس لما مندخل عليهم او نتكلم معهم بيبقوا مش عايزين يسمعونا ومش عايزين يتكلموا معانا ايوه انت متأهلتش ازاي تقدر تدخل في علامه وتقدر تدخله في علامك بس هم في الحقيقة محتاجين يسمعوكم على فكرة بس يسمعوا ايه يسمعوكم بس يكون اول سماع بيسمعوا منكم اللوم والانتقاد والشكوى ها يسمعوكم لي ترجمة نانسي قنقر